اشتركوا في القناة احساسك للجماهير لما كانتش عندها فرصة انها تروح احساسك اثناء قبل المباراة قبل مباراة الهلال اثناء المباراة وما بعد المباراة يعني باسم الله الرحيم خلينا اقول لها حركة التوتالة البطولة بشكل عام طبعا الناس بسبب الظروف كن كلها بيقول خلاص يعني النادي الاهلي في البطولة دي بسبب طبعا الغيبات الكبيرة ما بين اصاباتهم وبين المتاجدين مع المنتخب يعني كان مجمل تقريبا وكمان اكملت باصابة عمار حمدي هناك ومسلماني نفسه اصيب يعني العملية كانت سودة تماما صحيح عشان كده كان الناس قد متقبلة جمهير النادي الاهلي تحديده كان متقبلة انها تخرج بخفاية حينيا من البطولة يعني ما فيش اي مشاكل في كده الظروف حتمت عليك فالموضوع انتهى وحسن انت فعلت طبعا ادارة النادي الان هنا ما اتكلمتش كتير في القصة دي لان المنتخب في مهمة وطنية فما حدش يقدر يتكلم ودي حاجة بنرفع لهم القبعة ربنا كافئهم والنادي الاهلي يمكن هنقول مثلا خاد البرونزية دي سنة نفاته قبل كده في 2006 لكن المرة دي ليه احلى من كل مرة يعني الاحداث دي خليتها اطعم والز من اي مرة قبل كده عشان كده يمكن حتى انا خدت لي عنوان كده برونزية من مراحل المعاناة لان تعريبا الناس مثلا بالميرس مثلا اللي هو الحزيمة الوحيدة اللي طلقها النادي الاهلي موجود قبل البطولة ما تبدأ بخمس ست ايام ومع اسقرين ومجهزين ومفرقة عاملة اعداد يعني مستعدة بغض النظر ب بشكل عام يعني من جد وجد فهو كان كان اكثر اعدادا لكن انت ظروفك يعني حتمت عليك كده نبدأ بماتش منتيري يعني ماتش منتيري مش حد متوقع بصراحة اي حد من الاهلي يكسب لان طبعا ظروف الاهلي اللي كلمنا عنها والكل عارفها كمان منتيري ليه مراتين قبل كامعة النادي الاهلي منهم الثلاث ورابع ومنهم خمس وستس وفي المراتين كسب منتيري مراتين سفر ومرة خمسة واحد يعني منتيري كرة في امريكا شامعة برضو مفرقة عاملة وكمان المدير الفني بيعرف الك بزب دي ميزة اجيريا مفروض انه هو لكن سبحان الله انقلب السحر على السحر والايد النادي الاهلي يعني يرفع سقف طموحات محبية على الاقل في المرشدة عشان كده الناس هجمت في المرشة بالميرس ومبصتش للأحداث اصلا يعني خلاص ما انت ما انت ما كسبتش ليه يعني لما هو برضه يا جماعة ماشى والنادي الاهلي ويجيروا كل حاجة لكن بص الظروف الاول فخسر النادي الاهلي وكان البرزية جميلة لي في المحبة النادي الاهلي في الموضوعات يا خلاص اتمنى خلينا نتكلم الشوط التاني في مباراة بالمراس ده شوط انا في اعتقادي اكتر من رائع شوط على مستوى الانتشار على مستوى الفورس على 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 نادي الاهلي يقدم شوط رائع بصراحة ولكن ليس في الامكان افضل من المكان عشان بس ما نلومش حد يعني عشان نقول كل ما لنا وعلينا قطر خيرهم يعني لعبة حتى لعبة الدوليين هو اضطر يشرك مثلا بعض منهم لكن جايين من مسافات طويلة وياريت جايين دايركت دا من الكاميرون الى القاهرة ومن القاهرة الى دبي ومن دبي الى راح صعبة جدا يعني وبعدها 48 لعبة كانت بتلعب الحد بالليل التلات بالليل بتلعب يعني وقت دايق جدا فقطر خيرهم يعني عشان بس نتكلم لكن لما جات المباراة الاخيرة يمكن الزاد من فرحة جمهور الاهلي بالمباراة الاخيرة ايه لان النادي الهلال هو طبعا نادي كبير وعريق وزعيم اسيا وزعيم طبعا في الكرة السعودية لكن هو قدم عرض رائع جدا قدام تشيلسي الانجليزي في الضرق قبل النهائي وخسر بشرف زي ما هم قالوا بواحد سفر في حين ان انت ما كنتش قدام تشيلسي وكنت قدام بالميرس وخسرت اتنين سفر هم قاسوا على الحتة دي ولكن الجميع تناسى ان ده النادي الاهلي شخصية النادي الاهلي دايما موجودة يعني شخصية النادي الاهلي هي اللي بتفرد نفسها في الاوقات الصعبة كيلي كده وانت قاعد في المدرجات نصف ساعة قبل المباراة كان الحوار ازاي الجماهير كان احساسها ايه احنا عارفين جماهير النادي الاهلي دايما دايما عندها ثقة في لعباتها عندها ثقة في جهازها الفني المباراة دي أحساسك نصف ساعة قبل مرفق وبعد النادي الأهلي نفسه على العمل في المورد بصراحة الجمهور نفسه يا كابتن الملعب ده ملعب قال نهيان طبعا النادي الوحدة الإماراتي هو أصلا ملحق بالوحدة مول مول كبير جدا بتاع النادي الوحدة طبعا طبعا أنت قاعد في النادي قاعد في المول فأنا قبل المطش يمكن بساعة كده أو بساعتين قلت أطلع من المول على الملعب يعني فأنت ألما ماشي بصراح بقابل آه طبعا جمهور من الهلال لكن جمهور الأهلي احتل المول يعني احتل الاحتلال أهلاوي الأطفال الصغارة تقابلها لابسة تيشارتات الستات قبل المباراة بساعتين أنا قلت إياه قبل المباراة بنص ساعة كده بأخش الملعب أخش النادي الدنيا سهلة يعني ومع ذلك كانوا عاملين زحمة مرية رهيبة جدا بسبب الجمهور على عكس طبعا بالمراس القصة اللي نعرفينا بتاعته الجمهور دي لكن في مطش الهلال كانوا جمهور رائد جدا يعني انت المنتماشي انت مش في أبوظبي انت في قاهرة في مصر في أي مدينة مصرية بسبب الجمهور الكتير جدا وكان موجود طبعا بعض من جمهور الأخوة الأشقاء من السعودية لكن طبعا كان بنسبة أقل لما دخلنا الملعب بحكم انها طبعا إعلامين أو صحافين كنا عادين طبعا مع الزملاء وأخواتنا اللي هم عادين معنا في الفندو برضو الأخوة السعوديين فكانوا كلهم بنعم من التنظر طبعا عايزين تخسروا كم النهار دا يعني تخسروا مثلا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة كفاية يعني طبعا ده شيء جميل روح بدعابة يعني أكيد روح بدعابة طبعا ما فيش حاجة لا على عكس هم محترمين برضو بعد المباراة يعني شانو كنوا محقين لم يتعرضوا لليل الأهل ولا المصر بأي أساءة بالعكس خدوها بالتعريق وعملوا حتى هاشتاج كده ظريف جدا اسمه نب الستر يعني عايزين كانوا برضو يعني في روح الدعابة خلاص احنا أم حاجة مع فريق عربي يعني جماعة لأخذ التالي دعنا كنعم التهريك ولدرجة انهم بس هم كانت سككة عالية جدا 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 سواء منهم أو حتى من الأخوة مثلا الخليجة التانيين مثلا كانوا بعدين إمارتين وبحرين وكويتة كلهم دواجزة فكلهم كانوا برضو حتى نعمل الدعم اللي هو مجلس التعاون الخليجي يعني لهم مع الهلال حتى شكليا يعني مشان قول فما كان كلهم برضو لا الهلال واللي عنده والاهلي هي غيابات هتتباحوا وحجات فجئت يا محسن وانت دقaint بأول ربع ساعة شايف أداء النادي الاهلي شايف أهداف شايف ضخط شايف شكل أكتر من رائع كان مفاجأة بالنسبة لك البداية أنا والله ما كان مفاجأة بالنسبة للاهلي كان مفاجأة بالنسبة للهلال يعني أنا كنت عارف أنا عارف نادي الاهلي دايما لما العملية بتيجي بالشكل اعتقد النادي الاهلي هو أكبر يعني البداية القوية والتركيز والضغط أكبر فريط لله أنا كنت متوقع النادي الأهل هيرد في الملعب ده من النادي الأهل لأن الناس تزود عليك كلام ده أنا بحب الكلام ده على فكرة تحدي دايما تحدي فالحاجات اللي بتستفزك ده يعني فيه قاعدة تاخدها من مباردي لا تستفز الأهل بس تحت أي ظروف بقى غيابات لا تستفز لأن شخصية الأهل ده الموجودة بالمناسبة قالها جوزيبي سيرو كان موجود معنا قال له كان مدرب النادي الأهلي ورح ضرب بورتو البرتغالي كان قالها لأستاذ أسامة الشيخ قال له أنا ضربت كتير وقال له وندمت أن أنا سبت الأهلي قاله ليه ما أنت ضربت مثلا بورتو أو عندي أكبر من نادي الأهلي قاله لأن شخصية النادي الأهلي ملقتهاش في أي نادي تأخر بصراحة كلمة عنده حق فيها لأن شخصية الأهلي هي اللي فرضت نفسها في الملعب عنده غيابات يعني تخال ما فيش شناو مثلا ما فيش أكرم توفيق بجانب كمان خلي بالك أنا لعيب كرة وعارف لما بتكون بعد المباراة الأولى وكل الطموحات أنك تعدي فريق بالمراس وتوصل لمباراة النهاية وتخسر يحصل إحباط وتخسر بالشكل ده يعني جنين بهدفين يعني أو خطائين فتبقى كمان الحالة المعنوية محتاجة أنك تتعدل فالنواحل النفسية كانت أعتقد موسيماني يشتغل عليها بشكل أكتر من رائع بجانب طبعا النواحل التكتكية بس هي الحتة دي مش فيها موسيماني أكتر أوي زي ما هي شخصية النادي شخصية النادي شخصية النادي احنا خلاص حتى تلاقي خد بطولة اقفل وفي بطولة تانية ناني الأهلي جنبارح اقفل في تدريب النهاردة بكرة السفر على السودان الموضوع منتع يعني في بطولة أخرى يعني ما بيعودش بقى طول الوقت يحتفل ده يمكن الخطأ اللقع في الأخوة من الهيال الأمم زوده كتير يعني طبعا أده عرض رائع جدا قدام تشلسي ولكن هو طول انت عندك مباراة أخرى مباراة للمركز الثالث ورابع حتى أين كانت المباراة في مباراة أخرى خلاص هو زود في الاحتفال شوية والرجال عملوا حتى على مستوى الإدارة الفنية يمكن جرديم كمان تلعى ألف المؤتمر الصحفي ان أنا يعني مديتش النادي الأهلي حقه بالزبط لأنه كان لسه بيحتفل طبعا شخصية النادي الأهلي فرضت نفسها من لكن في النهاية وبيلعب لنفسه عارف لو بيلعب حتى لو المرش داود دي وبيلعب لنفسه لأن السفزاز كان عالي شوية فأما طبعا الهلال ما راحش الملعب يعني أنا خنوك نكون سرحا يعني حتى كان في لقطتين في المباراة لازم نصف قدامهم لما جاء في الآخر إحصائية التشوتس 14 واحد تقريبا 14 أهلي شوية 14 تصويب الأهلي مقابل تزديدة تزديدة يعني دي حاجة جريبة جدا الدقيقة أنا بصيت في الساعة عشان نعرف الوقت كام الدقيقة 57 يعني كان لسه باقي أكتر من نصف ساعة الحكم الفرنسي كان عمل بيحذر حارس الهلال ونلعب بسرعة ما بداعش وقت والنتيجة كان 3-0 يعني اللي يشوف منظر دا يقول النتيجة 3-0 للهلال أو على قال 1-0 أو اللي هو اللي فايز فبيحذروا إلعب ما بداعش وقت والله هو اللي كان بيضاع وقت فدي يعني إذا كان حتى بيضاع وقت لكن الحكم هو اللي خد باله قالوا إلعب هاتها في الدقيقة 57 اللي يشوف المتش إلعبها يعني بيحذروا لو قررت دا أنا هتطر نزيرك هو مين اللي كذبين فواضح تماما أن الهلال ما رحش الملعب يعني كرويا ما رحش الملعب فعشان كده كله سلم بحقية النادي الآلي بل بالعكس هو النادي الآلي يمكن حتى كان فيه ناس بتقول لك الهلال تقلق وحصل على المركز الرابع عالميا فحد يعني قال له لأ هو أتقلق فعلا لأنه قدر يخسر أربعة مش عشرة لأنه سير المباراة لا سير المباراة يحصل يعني النتيجة تبقى كارثية أكبر من كده خمسة وستة وسبب يعني تحصل لأنه سير مباراة واضح تمام لكن صحيح يعني فعشان كده كانت الفرحة مضاعفة لدى جمهور نادل آلي لأن البرونزية فعلا من رحم المعاناة فريق غيب عنه 11 12 13 ما عرفش يمكن 14 بعد بجمع الغيابات ما بين أصابات وإيقافات والإجهاد كمان ومع ذلك بيثبت نفس خاطر المركز ده قبل كده ما قالش خلاص منه أو على قال للاعب بالسهتر لا زي ما حرك قلت باللعبات ممكن كان يتمكن من لعبته وما يكملش لا فريق جاي مين كان يقول النادي الاهلي بل ما يخش البطولة دي هيخذ المركز التالت ولا أي حد صحيح ولا جمهور النادي الاهلي قبل أي جمهور فعشان كده مشارك وربنا كفقه يعني وإنت نياتك كانت خير أنت فضلت المنتخب والنادي الاهلي لعب كده عشان كده ربنا كفقه وكفق حتى المصرين لناك لأن الفرحة بصراحة كانت مضاعفة يا كابتن في المباراة وبعد الملعب بعد المباراة الشوارع بصراحة ما كنش عارفين أني مش فيها بصراحة أنا عايز كمان أخد رأيك في يمكن كلمة أهلها تقل طبعا تعرف تقل على المباراة القول على المستوى المباراة يعني قبل النهاية ما كانتش متواجد ولكن على مستوى المباراة النهاية كان متواجد وقال أن هو سعيد جدا جدا بالأجواء سعيد جدا بالبطولة ديت وقال أنه هو بيقابل طبعا فرق مختلفة أبطال من قرارات مختلفة وبالتالي في عظم للبطولة بديه بشكل كبير يعني دايما بنقول كده على أساس إيه البعض اللي بيقول أنها بطولة يعني بطولة ودية أو بطولة هامشية أو 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 لا أصبح من الواضح جدا على لسان من أفضل مدربين العالم إن بطولة كبيرة وبطولة مميزة واللي يشوف فرقة تشيلسي أبطال أوروبا وهي بتحتفل بالكاس وبتحارب في الملعب علشان تاخد هذه البطولة لا يعني دي بطولة بطولة كبيرة لا بطولة كبيرة هي بس عشان نكون واضحين وصراح هي بطولة مش كاس العالم هي كاس العالم لأبطال القرار صحيح لكن هو يعيبها هذا النظام يعني زي ممكن نادر قال لما تقدم للفيفا بعدة اعترضات منها أن أنت بتجيب بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية يلعب مارشو اللي هو قبل النهاية وخلاص طب أنت ليه بتظلم بطل أفريقيا وبطل آسيا مثلا ليه وبطل كونككيا تبتكر ممكن في النسخ القادمة يتم أيوة ما هو التعديل اللي يتم ده لو تم طبعا وما تمشي بسبب كورونا كان مفروض البطولة تلعب 24 فريق هياخد بقى 8 من 16 تقريبا 16 فريق 8 هياخدهم من أوروبا يعني هبتدي يوسع بقى ياخد المربع زيها في أوروبا ما يجيش مثلا تشيلسي واخد البطولة على حساب منشيسر سيتي وتاخد لتشيلسي وتجي جاي مثلا أكلان سيتي ما هو ما تسويش ده بداي بصراحة يعني فعشان كده ده عوارف البطولة عروشة تشيلسي خدها وريال مادريد خدها أربع مرات واني مش عارف برشولنا ده يتسمى في التاريخ لكن لا يمكن وعتبر النادي الآلي أكتر الأندية بعد طبعا أوكلان السفوتلندي المشاركة في الانفياز البطولة هو الأكثر خوض المباراة 18 مباراة تقطت وكان تساوم عبا 16 لكن اللاعب مباراة وكمان مباراة أخرى التالت والرابع فبقى 18 مباراة ده أمور تاني أو تالت بقى للبطولة ده لأنه طبعا هي بقت لها شغف النادي الآلي مش هقولي يكسب البطولة لكن هو قادر يصل من المباراة النهائية لو كان في الظروف العادية أنا أقول لك شخصي إن لو النادي الآلي كامل في الظروف العادية في الظروف العادية كان يقدر يصل هو معتقد كان النادي الآلي هتواجد أكيد في المباراة النهائية محسنة نطلع فاصل سريع بعد الفاصل نرجع على البريميال ليج ماذا يحدث في البريميال ليج المين سيتي نتكلم على ليبرفول شيلسي واستهام كل ده بعدكم أهلا بحضراتكم مرة تانية محسن بنرحب بيك مرة تانية معنا نكلمنا عن النادي الآلي وطبعا إنجاز البرونزية نروح على البريميال ليج تبتكر دلوقتي أعتقد الجولة الـ 24 أو 25 من البريميال ليج خلاص بقى التنافس بدل مكان سلاسي ورباعي أصبح بقى سنائي ما بين المين سيتي وليفربول بالتأكيد بقى سنائي خلاص تشيلسي شوية بعد ما بين سيتي وليفربول وأنا كنت شايف إن هي السيتي بنسبة كبيرة لكن وصول الفارق لتصع النقاط في أصبقية مباراة وفضلية مباراة زيادة للسيتي يعني ليفربول أهل لمباراة يعني لو افترضنا يكسب فيها يبقى الفارق ستة لصالح السيتي مع نقول إن ممكن يعني الموضوع مش بعيد بقى خلاص كده ممكن كل شيء وارد في الكورة بيحصل لكن طبعا السيتي في البرامر ليج بصراحة قصته قصة يعني حكايته حكاية في البرامر ليج بصراحة كان فيها اللي كان غايب محمد صلاح وسادي ومانية عن ليفربول كنت شايف هل الشكل الهجومي كان على نفس المستوى ولا كان فيه تأثير واضح لغياب محمد صلاح ومانية هو على المستوى النتائج كان كويسا يعني هما كذبوا تقريبا غابوا ست مرشات تقريبا يمكن سادي غاب مرش زيادة بحكم أنهما حضرش للمرش بحكم أنه كان بيحتفل طبعا مع بلد بولفوز في الوقت اللي صلاح راح لعب ناك لكن هما حقوا الانتصارات في ست مجرد تحديدا لصلاح يمكن يتعرض للمرش واحد تقريبا في كسرات مع أرسنل لكن ما كانش فيه لنا واحد جمالية يعني كسبوا 3-1 وكسبوا 3-0 2-0 4-1 حاجات اللي هي كسر الاتحاد والكلام لكن ما كانوش حلوة ليفربول ما كانش موجودة يعني بصراحة يعني فعلا فعلا أفضل لها في ليفربول مش عايز يكلام بصراحة محمد صلاح يمكن حتى الناس بين قوم من فرحة الجمهور باستقباله شفت يعني شفت استقباله كيف يعني كل الناس اتكلمت طبعا على الاستقبال الرائع وعايز اتكلم معك في نقطتين أولا يورجن كلوب فضل ان محمد صلاح يبقى على مقاعد البودلاء لغاية الديئة تقريبا ستين دي نمرة واحد وشايف ازاي الاحباط اللي كان وصله كمان محمد صلاح شوفنا صور كتير جدا محمد صلاح محبط جدا في أول تمرين أو تمرينتين في ليفربول طبعا بطولة كتفر محمد صلاح جدا لان احنا كلنا بنتكلم في موضوع الكرة الزهبية وان ميسي طبعا هو لعب عظيم ما فيش كلام لكن رجحت كفته اكتر ان هو فاز مع الارجنتين بكوبا امريكا فغياب التتويجات عن صلاح يمكن اللي يأخروت شوية أو عطلته في الحتة ان هو ممكن يفوز بلقب فردي يعني ما حقاش عالقابي الموسم الاخير مع ليفربول ولي حتى مع منتخفة دي كتفرق معه جدا بصراح هو عامل موسم رواع جدا ان شاء الله يقدر يختم بالهداف وبإذن الله ممكن وليما لا يعفق ليفربول وفوز بالبطولة كتفرق معا كمان معا كاسم افراقية الفيفا وزابست ومشارس لعفة افراقيا كانت طبعا هتفرق معا الموضوع منتهي فطبعا ده بيفسر سبب الحزن اللي كان عليها صلاح لان يتفرق معا هو شخصيا وتعامل بقى يرجم كلوب يعني يرجم بزبط ما جاش بقى النجم المفضل بتاع العب لا تعامل معا بشكل إنساني ان هو سابه شوية يعني يعني الاحباط يعني عرف يعالجه نفسيا يعني ايه كان براها عليه وبعدين كان ذكاء منه ان هو يشرك في المباراة مش من اولها لما ينزل من اولها ما محسش بحلوة فرحة الجمهور بعودته نزلوا في الدقيقة ستين زي ما راك قلت الجمهور استقبلوا استقبال رائع ومش بس اللي شفنا على هوا لأ كمان الفيديوهات اللي اتنشرت على وسائل الميديا من الجمهور نفسه ازاي استقبل صلاح لأك حاجة رائعة جدا طبعا صلاح رقم واحد في لي فريل العداد لو مجهزين نتائج نتائج الجولة 25 من البرميال الليج تعالوا نشوفها مع حضراتكم ونشوف ترتيب او نتائج هذه الجولة طبعا المان يونيتد التعادل واحد واحد مع ساوس هانتون شيلسي طبعا لوجوده في كاس العالم الاندية المباراة مؤجلة امام الارسنال افرتون والفوز على ليتز يونيتد 3-0 واتفورد طبعا هزيمة امام برايتون 2-0 برينتفورد والتعادل السلبي امام كريستر بالاس نورس سيتي والهزيمة بالاربع امام المان سيتي نيو كاسل خلينا مع النتائج نيو كاسل 1-0 امام أستون فيلا توتنهام والهزيمة امام وولف هامتون 2-0 وليفر بول والفوز على برينلي نتكلم على هذه المباراة ليستر سيتي التعادل امام واستهام في مباراة ماراتونية ليستر سيتي طبعا كان طبعا آخر 3 مباراة تعادل مباراة واتهزم 2 ومباراة كانت مباراة كبيرة جدا ولكن فيه داي الاخيرة كمان ليستر طبعا بيفقد نقطتين خلينا نتكلم على مباراة طبعا نتكلم على المان سيتي انت تتكلم من المان سيتي خلاص في اعتقادك انه هو بيقرب بنسبة كبيرة جدا للبريمير ليج لانه طبعا هو بيعرف في الدورة الانجليزية يعرف من اين تقل الكتف بصراحة وبيتعام معاه بعكس طبعا لما نيجي دي وقت الكلام عليها بعكس دورة ابطال اوروبا يعني هو فوجة نظر عملاق البريمير ليج وقالك انه كزم الشامبونز ليج يعني دايما عنده مشكلة في الشامبونز ليج كان في البريمير ليج بصراحة معدي يمكن حتى في المرة دي الهاترك اللي جابه رحمي ستارلينج حتى نطروا حتى في موضوع في سباقة الهدفين خلت تالت بقى دوقت بعشر اهداف فكل دي مكاسب هو بيجيد استخدامها بصراحة جارديولا حتى بيبدأ حتى في تصرحاته لما الناس حتى تكلمت مع انه هتستمر بقى لك أنا مش هبقى أليسي فرجوس تاني يعني مش هيعود ثمانية عشرين سنة ولا ست عشرين سنة لكن هو في النهاية بيحقق النجاح مع الفرق يمكن في صعوبة عنده في الشامبونز ليج لكن سبحان الله في البريميليج معدي والغريب والأغرب انه هو بيلاقي صعوبات في الشامبونز ليج من أندية انجلترا مش من حد تاني يعني دايما تلاحظ انه خرج على دي ليفربول طبعا عنده مشكلة في طبعا الشامبونز ليج لأنه طبعا يبقى الهدف الأكبر المان سيتي طبعا الفوز بازيل بطولة طيب أكيد شفت بيرلي وليفربول طبعا كانت مباراة خارج الديار بالنسبة لليفربول والفوز شفتها طبعا طبعا يعني كويس انه هو بيكسب حتى لما رجع لبحمد صلاح طبعا هذا الطبيعي رجعت الانتصار كان عنده شوات ضربات كده يوربين كلاب والفريق بشكل عام لكن هو يعني حسن فعلا هو لحق نفسه كان ممكن أي هزيمة أو تعادل بتبعده تماما لكن هو النهاردة بيصل للنقطة 54 54 و 63 ممكن الفرق 9 نقاط لكن هو عنده مباراة لو فاس فيها يقدر يبقى 57 يبقى الفرق 6 نقاط ماتشين الموضوع مش بعيد يعني لسه بقي 9 ماتشات على قل 9 ماتشات في الدورة الإنجليزية يعني الموضوع لسه في كلام بس بس ليفربول يعمل عليه ويكسب ماتشاته يعني أنا أعتقد وارد وارد أن سيتي يخسر نقاط في الفترة اللي جاي كانت مباراة صعبة حتى على المستوى الفني يمكن يورجن كلوب قال يعني كان حنشوف هو قال إيه مع حضراتكم لكن أنا تبعت المباراة كانت مباراة صعبة جدا وكانت أول مباراة أعتقد كمان بيشارك فيها سادي ومانين من البداية بعد العودة طبعا من النهاية الأفروك تعالوا مع حضراتكم نشوف يورجن كلوب المدير الفني الليبر بول آل إيه بعد الفوز بصعوبة واحد سفر على بينر أنا سعيد جدا بطريقة التي لعبنا بها الظرف كان صعبا جدا فقط لو وقفتم على أرض الملعب يمكنكم تصور الوضع كاملا من مكاننا أمام المدرج لم يكن الوضع سيئا لكن داخل أرضية الملعب كان سيئا جدا لأن الأمطار تساقطت من كل الاتجاهات لكن لاعبي تأقلم مع الوضع خلال كل هذه السنوات تعودوا على كيفية التعامل مع الوضع وفكروا طالما أن المدرب لم يتحدث كثيرا عن الأمر قبل المباراة فعلينا أن نطالب أنفسنا باستغلال الأمر عوضا عن المعاناة بسببه هذا ما يحدث حينما تتواجد لفترة طويلة هنا لذلك المباراة كانت صعبة جدا ربما كان لا يسجل المزيد من الأهداف لليفر بول لو كنت أضعه في مكان داخل الصندوق أو حوله في حالة الكرات الثابتة الهجومية وضعناه في تلك الأماكن مؤخرا ومنذ ذلك الوقت هو يسجل هدف رائع جدا المكان الذي وصلت فيه الكرة لساديو ماني كانت الخطة لكن ليس على ذلك العلو ساديو قام بأقصى ما يمكنه معها رأسية رائعة وفابينو تواجد أول شخص وسجل هدفا رائعا من داخل منطقة الستيار دات محسن تعليق على يورجن كلاب أكيك هو سعيد بالأداء لكن كمان أول طرف أن كانت مباراة صعبة لكن يعني زي ما بنقول ثلاث نقاط مهمة جدا جدا في سباء أو يعني بيحاول يقرب بشكل يعمل عليك هو كان بصراحة يورجن كلاب كان أكثر وقعية في تصراحاته ما أتكلم على صعوبة المباراة نفسها فعلا مباراة كانت صعبة بالإضافة طبعا للعوامل الأخرى الأمطار والحاجات اللي أتكلم عنها دي طبعا أمور بتصعب من المباراة لأن الأمور دي لو هنقول على الفرقتين ما ممكن تخلص تعادل غصب عنك يعني فبالتالي أنت خسرت أنت عندك سباق مهم وسباق القمة عشان كده كان واقعي ويعني مش عايز أقول بقى لسه في الإمكان أفضل مكان زي من حرك قلت أنه بيعمل اللي عليه في صباق القمة اللي هو ما قدام مشغل أنه يحقق مكاسب انتظارا لتعصر البطل البطل حمل اللقب أو المتصدر الحالي في منشستر سيتي اللي هو يعني أعتقد هو خسر مباراة مباراة واحدة بس تتغير طيب كان في مباراة قوية تانية مبين طبعا بتتكلم على توتنهام وولفت هامتون مباراة كانت قوية لكن أعتقد كانت مفجأة طبعا فوز وولفت هامتون 2-0 على توتنهام رأيك إيه وكمان رأيك إيه في مشوار كنت مع توتنهام لغاية أنا شايف كنت بلأ كويس حق السلسل انتصارات لكن بقالوا 3 مرشاة ما بيكسب توقت وتقريبا بيخسر دي ما حصلتوش من أكتر من 10 سنين اللي شايف مشكلة توتنهام سبحان الله هو يعني عاز أقول مش هقول بقى كورونا لأن كورونا كانت تهدد الفريق كده فترة لكن تغيير مدربين لما كان نوسانتوس وبعدين ميسيك مدرب مؤقت مش متذكر إيش وبعدين كنت دي أكيد ممكن بيبقى لها على الأقل جزء لكن في وجهة نظر العمل أكبر في تراجع مستوى توتنهام هاريكين هاريكين كان بنجوميته وبقدرته الكبيرة كان بيقدر يحاول فريق بأهدافه يعني شوف أنت هو هداف في الموسم اللي فات 23 هدف واللي قبل منافس يعني صلاح كان قد بي التهديف لكن المرات يشوف من 22 مبارا تقريبا أو 24 مبارا مش متذكر مسجل خمس أهداف فقط ده موسم سيء جدا تخيل المسجل 23 هدف واخد الأهداف مسجل خمسة وخلاص بقى 9 مرشات ولا حاجة يعني حتى على مستوى الأداء مش هو طبعا هاريكين اللي احنا اعتقد السبب السبب والله أعلم طبعا أنه كان عنده عرض طبعا رائع جدا 100 مليون سترليني في أول الموسم من منشستر سيتي ولحد آخر لحظة كان فيه أخد وعطوا بعدين هم قرروا أنه يبقوا عليهم واشي بقوا أعتقد ممكن يكون السبب ده أثر عليه طبعا سيتي يفرق نادي كبير جدا فضروا عبطال حاجة تانية عنده المقامات التي تقدر تخليه هاريكين ممكن يضيف ليهم ويقدروا يكسب تشام الهبوط للنادي بشكل عام طيب تعالوا مع حضراتك وكمان نشوف أسباب الهزيمة من أنطونيو كونتي طبعا المدير الفني لتوتنهام بعد المباراة والهزيمة 2-0 المباراة كانت جيدة الأداء كان جيدا لأننا صنعنا العديد من الفرص أمام ثاني أفضل فريق في الدفاع بعد منشستر سيتي بالرغم من ذلك كان لدينا العديد من الفرص للتسجيل استحوذنا على الكرة لكننا نتحدث عن هزيمة بهدفين دون مقابل بالتأكيد علينا أن نتطور ونعيش مع العدام الثقة لأنه يمكن أن يحدث يمكن أن يحدث هذا سيكون من الجيد أن نتعايش مع الضغط سوف نستمر في العمل إذا تحلينا بالصبر وأردنا العمل وإذا لم يكن لدينا الصبر هذا هو الوضع نحن نعمل بجد مع اللاعبين وفي التزام كبير لكن هذا لا يكفي إنه ليس كافيا إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة فعلينا أن ننتظر ونبني خطوة بخطوة من المهم أن نكون واقعيين أن نتحدث بوضوح شديد محسن طبعا كنت واضح إنه علان ما فيش شك يعني ثلاث نقاط مهمة جدا جدا مش هنقول في سباق القمة ولكن في رجوع تطنهام تاني للحصول على الأماكن الأوروبية بشكل كبير بالضبط ما هده اللي هو يمكن صعوبة المنافسة وليس منافسة على الدورية ومنافسة على الأربع بطاقات التأهل الدورية أبطال أوروبا البطولة الأكبر وكمان مش عايز بقى يصل هو الأوروباليج اللي هو المركز الخامس يعني فطبعا دي بس أنا شايف أنه صعبة جدا لأنه هو المركز التامن هو حتى قال كنت بقى كلم حرك قبل لهو على موضوع هاركين هو قال إنها عندنا مشاكل في التهديف واعترف بها فأعتقد المشكلة خلاص تكملت هو الفريق بقى عنده دروب بالسنة ووضح أنه خلاص مش هيبقى من الأربع الكبار ولا حتى الخمسة الكبار طبعا عشان نعرف كده ونشوف موقف توتنهام ونشوف موقف الفرق كلها في البريميال ليج بعد يمكن الجولة الخامسة وعشرين نشوف ترتيب البريميال ليج بعد الجولة الخامسة وعشرين ونشوف كمان صراع القمة وصل لفين المان سيتي طبعا بيتصدر البريميال ليج بـ 63 النقطة ليفر بول في المركز الثاني بـ 54 ولكن في مباراة متبقية لطبعا ليفر بول تشيلسي في المركز الثالث بـ 47 نقطة واستهام المركز الرابع بـ 1 واستهام بالنسبة لك مفاجأة وجوده في المربع الزهبي يا محسن طبعا في وجود أندية زي توتنهام زي مكشستر نتت اللي كان في أول المسم عزز صفوف أعتقد وجود واستهام طبعا الرابع يعني مفاجأة كبيرة لكن الماني يونايتد في المركز الخامس غير سعيدة طبعا لمحبي الماني يونايتد أرسنال في المركز السادس بـ 36 نقطة وولف هامتون في المركز السابع 37 نقطة توتنهام في المركز الثامن بـ 36 نقطة التاسع برايتون 33 العاشر ساوس هامتون بـ 29 الحداشر لستر سيتي 27 نقطة الـ 12 أستون فيلا بـ 27 نقطة 13 كريستل بلس بـ 26 نقطة المركز الـ 14 برينتفورد بـ 24 نقطة الخمستاشر ليتز يونايتد بـ 23 نقطة الـ 16 أفرتون بـ 22 نقطة وطبعا السبعتاشر نيو كاسل بـ 21 نقطة برضو حقف عندي نيو كاسل والفوز التالت على التوالي محسن وفي اعتقادي كان كل الناس بتقول نيو كاسل خلاص إلى لكن واضح أن فيه عملية إيجابية داخل الفريق نفع الصناعي نفع الصناعي مصدوك المركز الـ 18 نورت سيتي وطبعا بيرنلي في المركز الأخير نيو كاسل نيو كاسل نيو كاسل لازم بقى موجود السنة الجاي لازم منفعش بقى موجود صحيح لا ملندية كبيرة هو ملندية كبيرة بس طبعا السنة دي عام بربو فهو العالم كله منتظر نيو كاسل العام المقبل الدور الجاي فمنفعش بلاها لكم الأخوة في الدور الإنجليزي يعني ما يوقعوش يعني خلوه يبقى عشان كل العالم مستنيفة منفعش يا يوبي حيبان طبعا هل نيو كاسل قادر على الوجود في البريمير ليج السنة دي وكمان هنشوف من خلال الأسبوع اللي جاي الصراع القوي جدا ما بين طبعا المان سيتي ليفربول نشوف كمان مانشستر يونيتد اللي بيمر بأزمة كبيرة جدا جدا مع رانكل طبعا المدير الفني الألماني والخلاف مع رونالدو كل ده ان شاء الله خلال الحلقات اللي قادمة مع المحترف هنتابعه ولكن بعد الفصل هنتابع الشاملز ليج طبعا بطولة أوروبا ومباريات نارية بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية وحديث آخر فقرة النهاردة معنا في المحترف على الشاملز ليج محسن بتبدأ ان شاء الله بكرة وبعده دور الستاشر من البطولة الأقوى في العالم بطولة الشاملز ليج طبعا أهم مارش بكرة طبعا ريال مدريد وباريسان جرمان دي مش عايزة كلام الزخم اللي فيها يعني بعيد عن التاريخ ما كان يكون بينحس شوى لريال مدريد فوق طفيف متين فاز ثلاث مرات باريسان جرمان صف تقريبا فاز مرتين أو فاز مرة وتعادلوا وتعادلوا مرتين لكن التاريخ حاجة والمواجهة بكرة دي حاجة تانية يعني يكفي ان اقولك ان مثلا انت هتلاقي أربعة من يعني اللي كانوا قبل كده الاكس بتاع ريال مدريد موجودين طبعا راموس عنا نتكلم عن المباراة دي لكن دور الستاشر انت عارف دور يعني الحسابات خاصة طبعا بعد نهاية دور المجموعات صحيح وصعود الأفضل أفضل ستاشر فريق في الشمزيك تعالوا مع حضراتكم لو محضرين طبعا مباريات الغد ويوم الأربعة ان شاء الله في دور الستاشر للدوري نشوفها مع حضراتكم عشان نطلع كمان يمكن أقوى أقوى المباريات بكرة طبعا التلات ان شاء الله سبورت انجليش بونا هلعب المان سيتي البيس جي طبعا مباراة أو قمة مرتقبة أمام ريال مدريد يوم الأربعة زالسبورج حيقابل باير ميونيخ وطبعا مباراة أخرى من العيارة الثقيل جدا يوم الأربعة ونجمينا الكبير محمد صلاح في مواجهة انتر ميلا خلينا نكلم على مباراة وطبعا يوم الثلاثة طبعا ده لسه فيه باير ريال وليوفينتوس كمان تشيلسي معليل بين فيكا آيكس وأتليتيكو مدريد مع مانشستر يونايت كلها مباريات قوية جدا طبعا ولكن فيه ماتشين ثلاثة نهائي مبكر خلينا نتكلم على مباراة ريال مدريد والبيس جي طبعا مباراة قوية جدا لو هتحسبها كورة أو حسبات المنطق تقولي الأفضلية لباريس سان جرمان باريس سان جرمان الأفضلية على الورق يعني ليه على الورق مش بأصدش التاريخ مثلا آخر مباراة لباريس سان جرمان في الدوري فاز على رين حتى لو في الوقت المتأخد لما بيسجل هدف لكن مثلا هنلاقي ريال مدريد تعادل مع فيا ريال تقريبا 0-0 وقد معارضة سيئة جدا وحتى قال للفارق يعني ريال مدريد على قمة الدوري الإنجليزي بـ 54 نقطة وبيليه أشبلية بـ 50 يعني لو كان على قمة الدوري الأسباني لكن في المقابل مثلا باريس سان جرمان فارق بشكل كبير جدا بتقريبا 59 لكن أعتقد كمان ريال مدريد لكن ريال مدريد في بطولة أوروبا ده موضوع مختلف مختلف إنه هو تلاقيه حتى في الدوري الإنجليزي عفوا في الدوري الأسباني كان يخسر يخسر وينفوز بالدوهية إما قتلتكو مدريد أو الأكسرية كان برشلونة ولكن هو متعملق في دوري أبطال أوروبا يعني حتى بتسمى بدأ كان بتسمى دوري أبطال مدريد يعني الموضوع ريال مدريد في حتة تانية في البطولة دي شوف هو الأول ب13 لقب والتاني بعده ميلا ب7 بطولات اللي هو ماخدهمش من سنة 2005 تقريبا يعني أو 2007 عفوا ميلا آخر بطولة زيما النادي النادي لأهلي أخصائي أفريق هو ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يعني نفس الفريق يقابله في الدوري الأسباني سبحان الله يكسبه ما بين طبعا ريال مدريد و باريستان جرمان مشوار الفريقين في الشامبينز ليج طبعا دور المجموعات عندنا طبعا في دور المجموعات ريال مدريد طبعا عدد مباريات ستة باريستان جرمان تسعة ترتيب طبعا كان تلع الأول باريستان جرمان كان طالع تاني مجموعته النقاط المحصلة ريال مدريد 15 نقطة باريستان جرمان حصت 11 نقطة في دور المجموعات ريال مدريد فاس في 5 مباريات باريستان جرمان في 3 ريال مدريد لم يتعادل وفاس طبعا أو تعادل باريستان جرمان في مباريتين الهزيمة 1-1 والأهداف ريال مدريد له 14 باريستان جرمان 13 ريال مدريد عليه 3 باريستان جرمان عليه 8 يعني ده تقول ممكن يكون فيه شوية عواقف دفاعية بالنسبة للPSG رغم وجود راموس فهتكلم على راموس بصفة خاصة طبعا راموس كان ليه تصريح شعير انه هو مش عيج عليه اليوم برعب ضد ريال مدريد صحيح انه هو ربنا يا كرم ومش عيجل عبدال ريال مدريد يعني مش متواجد طبعا للإصابة لكن تبقى مواجهة قوية جدا طبعا طبعا تتوقع من الآرب شوف ما أنا أقولت على اللي احنا شايفينه وأقولك باريستان جرمان بس بكل أمانة لكن يعني يبقى الاحترام لريال مدريد في بطولة أوروبا ده موضوع تاني يعني إذا كسب حتى لو ما يعني يعني إذا كسب رغم كل المعطيات اللي بتقول باريستان جرمان لكن ريال مدريد لو كسب مش هستغرب لأنه بيبقى غير في بطولة دوري أبطال أوروبا لكن فريق فيه ميسي نيمار تعافى من إصابته وهيلعب بابي متقلق يعني أصغر روح فيه متقلق جدا فلا فرقة فيها كل الناس دي زال بقى دمارية أشرف حكيمي الحدث والحرق في كل الصفوف بصراحة على الورق هو اللي يكسب يكسب ريال مدريد يعني مش عايزة أقولك كمال رايح جاي لكن انفاز ريال مش همقى مستغرب لأنه نوبينكوسين كده موضوع تاني لكن الأفضلية بصراحة على الورق قدر أقول هي طبعا قمة نارية لكن الأفضلية تميل حتى لو قليلا لباريستان جرمان وخلاص خلينا نقول كمان أن أفضلية الهدف خارج أرضك بهدفين مش متواجدة بصراحة كان موضوع ظالم يعني بلوقتي فير يعني خلاص بر أرضك تحسب بأتنين وبعدين كان هي ظلمة في نفسها مثلا أنا كسبان على أرض اتنين واحد وبر أخسر اتنين واحد سفر فيقولك هو أفضلية أفضلية من أنت ما أنا على أرض مسجل اتنين وعلى أرض سجل واحد أسسجل بر طبعا اتنين واحد يعني أزم كانت بصراحة كل أندية استفدت منها وتظلمت فيها عشان بسر يكون منصفين حتى الأهل يستفد منها وتظلم منها لكن في الأول في الآخر طب يا شايف خلينا لو شفنا وحاولنا نطبق ده في أفرق هل حيبقى فير أنت خلي بالك هناك أنت يعني أنت بتاخد أطر وبتروح من باريس بتطلع لألمانيا أو يبقى فير يبقى فير حتبقى فير لو حتى في أفرق حتى في أفرق لأنها هي يعني أنا كسبت واحد سفر على الأرض والتاني بره كسبني اتنين واحد طب هو عدد الأهداف أيا كان يقول لك سوى سجل بر أرضه قدري سجل بر أرضه جنب اتنين طب هو على أرضه أنا مسجل واحد هو على أرضه سجل اتنين إزاي في النهاية أكسبه طب صراحة كانت قصة ظالمة في النهاية قرى ده عدل في القرى ده قرار سأب أتمنى تطبق في كل البطلة تتمنى تطبق طبعا طبعا في أفريقيا على مستوى تصفات كاس لأنه حتى تبصت لقي فريق جاءت عدل معك واحد واحد يروح على أرضه فعايز يتعدل سفر سفر ويبقى بطل يعني مثلا أنا متذكر جدا يوم نهاية تشامبز ليجي الأفريقي قدام صفاقس التونسي في 2006 لما كان متعدل في القرى واحد واحد وكان هو هناك خلاص الدقائق الأخيرة سفر سفر يعني لحد جون أبو تريكا لما تشوفوا المطش دي يعني الحاجات اللي تجننك أنه يبقى بطل هو لم يفوز أصلا صحيح ولن تفوزت بس هو مفازش لأنه تجنب في الآخر واحد واحد أي أن كان موالأهلي بردو صفت منها قبل كده لما مثلا في موضوع الترمي أكيد لكن من العدل أن يكون خليها أفضلية أهداف يعني توتل الأهداف كان في النهاية ما تقوليش أصل خارج الأرض ودخل الأرض بصراحة قرار رائع جدا أتمنى أن يتطبع في أفريقي وبداية طبعا من بكرة في الشمزيك طبعا بنجمينها الكبير محمد صلاح أمام إنتر ميلان نتكلم عليها بعد الفصل أعلم بحضراتكم مرة تانية محسن برحب بيكم مرة تانية قبل أن نتكلم على ليفر بول وماتش الإنتر أكيد ماتش ريال مادريدي وبي اس جي نجمين كبار جدا لهم حجم كبير نتكلم على ميسي اللي كان مشوار 15 سنة وديربي كبير جدا الكلاسيكو بين برشلونة وريال مادريد ودلوقتي تواجده مع البي اس جي وكريم بن زمن اللي أنا شايف أنه السنة اللي فاتت كان متقلق بشكل كبير جدا بالرغم من شكوك حول لعبه المباراة لكن هو أكد أنه عايز يلعب هالمباراة دا وفعلا هو جوه قائمة الفريق شايف الاتنين إزاي نبدأ بميسي حالته مع باريس سان جرمان ممكن تأهل باريس سان جرمان ويعنده تفوق لو فايق لو فايق هو عمل الفارق في مارش مثلا في دور المجمعات قدام منشستر سيتي في الملعب المباراة اللي قمت في البارك دي برينس لما كان حتى متقدم نحف السفر هو جاب بون تاني رائع جدا وكان أول هدف سنجيله معهم أهدف ميسي لما تركه حطاه في البيئات صراحة عبرها جدا لو في حالته يقدر يكسب بصراحة فريق باريس سان جرمان لو في حالته لأنه معاه نجوم كبار زي نيمار وزيدي ماريا والبقيطة ومبابي يقدر دول يشتتوا دفاع ريال مدريل فيقدر يعمل ده لو في حالته لكن هو طبعا مش مهم أو الدور الفرنسي مع طبعا تكامل تقدير احترام للفرق يعني ياخدها يعني طبعا في مشكلة في العالم كله في العالم القروي منشستر سيتي عايزين ياخدوا عايزين ياخدوا كاسل دراء أبطال أوروبا فالحالة والحالة هم يتقالوا نهائي واللي يكسب نقول له مبروك لكن أكيد وعلى الجانب الآخر كريم بن زيمة طبعا كريم بن زيمة أنا شاف أنه تحرر أصلا وهو لعب رائع جدا مصراحة حتى من إيام موجود كريسان رونالد لكنه تحرر أكتر لما رونالدو رحل عن ريال مدريد يمكن الريال كان عنده شوات دروبات أوه ما عرفش هو الريال دائما تلاقيه كده في الليجا يبقى ممكن يحسيمها ويأجل حتى لو بيحسيمها لكن هو بالصراحة بن زيمة بيقدي الفترة أخيرة بمصارع جدا المباراة هتبقى زي ما فيه ثقل على دفاع ريال مدريد بسبب تخمة النجوم اللي بيسجي لكن هبقى فيه برضو ثقل على دفاع باريسان جرمان من على أقل هو كريم من زيمة فقط طبعا موجود طبعا لوكومودريتش أو البقية النجوم فينيسيوس لكن ده تحديدا بصراحة قناص بمعنى الكلمة بيعرف يختف من أنصف الفرص بيسجل هذا فعشان كده هنشوف مباراة ممتعة جدا يعني بكرة معكمة احترمة طبعا لمباراة تانية بين تقريبا نسيتي وسالسبرج لكن هنشوف انت كل العالم بصراحة هتفرج حتى على مباراة ريال مدريد لأن بترجعنا الأجواء الكلاسية دي ما ممكن تتمنى يبقى موجود راموس عشان حتى اختلف الأدوار كان يبقى شيئا رائعا جدا نفسنا نشوف راموس لكن كمان راموس مش متواجب طبعا للغياب ده طبعا بعد لقطات من تدريبات البيت جي واستعداده لمباراة كبيرة امام ريال مدريد بكرة شايفين كل اللعيبة شايفين تركيز كمان زي ما بقول هي كانت مباراة اعتقد تستحق انها تكون مباراة نهائل شاملز ليج طبعا كان اكيد على الستي بنتكلم على ليفر بول لكن على مستوى الطموحات لباريس سان جرمان اعتقد المباراة مهمة جدا 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 المباراة مضمونة بكل امن المباراة مع كامل احترام طبعا للشبونة عفوا وستي لكن المباراة هي اللي هتبقى المشاهدة الاعلى والفاز منها المشاهد بصراحة من اللي هنشوفه من الفرقتين بصراحة طيب عايزين نروح لمحمد صلاح وطبعا مباراة كمان مباراة قوية جدا جدا في ايطاليا امام انتر ميلان شايف انتر ليبر بول زي المباراة على مستوى الفرقين الفرقين بقدموا مستوىات رائعة في الدوري لكن على مستوى تشاملز ليج شايف المباراة زي بدون تحيز الافضلية ليبر بول حتى كمان فيه كان فليبو انزاجي عنده مشكلة في انزاجي عفوا المدرب انتر عنده مشكلة انه غايب عنه الدفاعي المدفع الاشهر بتاعه ليساندرو باستوري اللي هو ده غايب طبعا خبرات البديل بتاعه دي ماركو ما عندهش الخبرات دي كلها طبعا ما عندهش الخبرات وهيواجه سادي ومانيو محمد صلاح وفيرمينو وجوتا والنزي فالله يكون فعون الانتر بكرة اعتقد الليفر بصراحة بعد بكرة عفوا يوم الأربع اعتقد الليفربول انتر فريقه خاصة على أرض فريق قوي جدا وفي سانسيرو بيبقى حاجة تانية وهو حتى في الدور للإيطالي الثاني زي الليفربول ولكن مع أسبقية مباراة للميلان يعني هو يقدر يعني أنا بعتبر هو أول الدور أول الكاليتشون وفرق النقطة واحدة بس لصلاح انتر إيسي ميلان لكن في مباراة نقص زيادة عفوا للميلان فالانتر لو لعب المباراة سبع يبقى الأول بنقطتين أعتقد الإنتر المباراة مش هتكون سهلة لكن غياب بس لوريا هو اللي تفرق مع الهجوم بتاع الليفربول وهجوم قوي يعني لو انت جبت سيرت هجوم ليفربول لويس دياز طبعا الوافد الجديد لعيب البرتغالي القادم لليفربول قد مباراة أكتر مراءة المباراة اللي قبل اللي فاتت لم يشارك مباراة اللي فاتت تفتكر هل ممكن يكون في تغييرات في الجزئية ديت يعني سادي ومانية ممكن يلعب يبدأ ويكون دياز بالزبط ما اعتقدش فكر يورجون كلاب ما يعكسش يعني لازم يبقى قوات ضربة بتاعته موجودة ولو احتاج بعد كده يغير لو احتاج يعني تطمن للنتيجة مثلا يقدر يغير يجرب النتيجة كتكويسة لكن ما اعتقدش هيجاز في يورجون كلاب ما احترم طبعا يجاز يعني قولي تتوقع نتيجة المباراة فوز ليفربول انا متوقع فوز ليفربول نسبة كبيرة كمان ممكن اتنين سفر وممكن اكبر من كده محسن بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ودائما نتعلق معنا رباني يكرمك شكرا جزيلا شكرا لحضراتكو دي كانت نهاية حلقتنا مع المحترف ان شاء الله نتقابل مع حضراتكو الخميس القادم ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف